من بين ركام الأزمات التي تعيشها إيران أرادت أن تجد لها متنفسا لتصدير أزماتها عبر بطولة خليجي 25 الجارية حاليا في محافظة البصرة من خلال اختلاق مشكلة متعلقة بتسمية البطولة اتحاد كرات القدم الإيراني قدم شكوى إلى الفيفا بسبب استخدام اسم بطولة كأس الخليج العربي معتبرا أن عبارة الخليج العربي تناقض ما تعتبره إرثا تاريخيا لها فيما استنكر وزير الرياضة الإيراني حميد رضا سجادي استخدام اسم الخليج العربي على صفحة الرسمية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جان إمفانتينو رغم أن الاسم رفق البطولة الخليجية منذ انطلاقتها عام 1970 موقف يعكس الأطماع التوسعية لطهران ورغبتها بمزيد من الهيمنة على حساب الدول المنطقة العربية الاحتجاج الإيراني لا يفيد بأن هناك تمرد وخروج للطاعة من قبل حكومة الإطار التنسيقي في العراق حيث لم تجرؤ الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 على استخدام مصطلح الخليج العربي في مخاطباتها بل إن الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يستخدم اسم الخليج العربي للترويج للبطولة واكتفى الجميع بالإشارة لها تحت اسم خليجي 25 حتى عندما أعلن السودان انطلاقتها بارتباك خشية غضب طهران من افتتاح الحفل بالتزامن مع ذكرى مقتل سليماني كعادتها تريد إيران أن تعيق أي تقارب عربي عراقي ليس سياسيا واقتصاديا فحسب بل وحتى رياضي بدى ذلك واضحا من خلال محاولات فرض إرادتها عبر تمسي هوية البصرة التي غاب الحديث عنها ضمن فعاليات الافتتاح وما تلاها إلا أن تعطش العراقيين للعودة إلى الحضن العربي فرض واقعا آخر تجلى بحسن استقبالهم للضيوف والهتافات على لسان الجماهير التي دوت في جنبات ملعب جدع النخلة التي تغنت بالعراق وبغداد